هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالرد على أي عدوان إسرائيلي يتعرض لأهداف إيرانية في سوريا أو أي مكان آخر وحذر نصر الله في خطاب ألقاه بمناسبة يوم القدس العالمي الدول المطبعة مع الاحتلال بأن القواعد العسكرية الموجودة على أراضها وبما فيها الإسرائيلية ستكون هدفا لرد إيراني في حال أي عدوان لجيش الاحتلال من هذه القواعد مشيرا إلى أن المساس بالمقدسات في القدس المحتلة سيؤدي إلى زوال الكيان